على كيف كيفك أطيب كتب خاروف مع الرز والفريكي بطريقة كتير طيبة وكتير لذيذة بالفرن كله شوفوا ما أحلى هون شوف لقلبك يا عين يا عين هاد هو الحكي الأصلي هاد هو الحكي الأصلي شوف لك العظام رايحة العظام دايبة على الأخير شي بيشهي شوف 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 يا سلام يا سلام على الذهب كتب خاروف مع الرز والفريكي عالطريقة الحلبية الأصلية خلينا نشوف طريقة مع بعض هذا أنا كسرن الكتاب كل واحدة كسرة من عند الفاصل بين النموزة وبقي لوح الكتب نحطه نايك في هالطريقة هاي وهي هذا التاني كمان لانه ازا بنكسر العظم هاي أريح لنا شوية ما بتشديك العظم لما قد تقرب تستوي تمام؟ هادول وزن حوالي ثلاثة ونص اربعة كيلو طبعا الكتاب كل مكانت صغيرك كل مكان أفضل ممكن نحط معهم كمان هدول هيك شوية دهن مع جزء من عظام الرياش كمان بيطلعوا طيبين على المنسف هلا راح نعطونا نايك شوية ماي بالأرضية لانه هالبخار هاد هو اللي راح يخلي الكتاب تستوي بطريقة كتير كويسة هلا راح عاملهم كلهم بالفرن بطريقة بتطلع رائعة جدا هيك تلاقي العظم فيصل عن بعضه كتير حلو هلا راح نغلبهم كتير من يحدث الرول السيلبر اهم شي هلا هي العملية هون انه لما نغلبهم يتغلفوا باحكان ما نخليه لمانفش ابدا السلمية ولا نقطة بخار هلا هون كمان انا عامل هادا الرول السيلبر متل الحزام خلينا نقول بحيث نلف عليه كله ما نخلي ولا نقطة بخار تطلع منه لان البخار هو مثل ما قلت لكم هو اللي راح يخليها تستوي كويسة الغاية من هادا الحزام وانا هون نقطة بالمية انا متل ما قلت لكم انا مسخن فرن قبل بوقت ومقويه على الاخير وراح نخلي قوي هلا هي على النار يعني مو الاول شيء اوطى شيء بسيط نقفل عليهم اللي بياخد حواليك تت ساعات تت ساعات ونص نحن هون راح نحمس المكسرات بالاول عنا هون شوي السمنة والسمنة اللي حرارتها كويسة لا هي بتحرق ولا بيردد هنقلبهم منيح لحتى يتحمسوا منيح بسم الله خلا هيك صوره تمام راح نسحبهن على جنب خلا بنفس السمنة اللي كنا عاملين فيها الكاجو نحننزل عليها اللوج طبعا اللوج نحن جبناه سلقناه وقشرناه ما كان لازم اصابرتهم يا كيش بيتاشر اللي ما بيعرف وممكن نجيبهم اشتر وخالص هلا هيك تحمس كويس شوفوا هيك لونه ما احلام هيك لازم يكون طبعا احنا ندعم نابس السمنة متل ما تلكون وتحمس كويس هيك ضل يتقلب منيح بحيث ما يحترق راح نسحبه على جنب هلا راح نعمل الحشوة تبع المنسف اللي هي اللحم النامي اللي بتنحطه على الوش حطينا نحن هون شوية سمنة خفيفة هلا هيك بعد ما سخننا السمنة راح ننزل اللحمة لعننا هون لحمة خاروف هاي متى اخد شي هي بس راح نقلبها هيك عادي وقبل ما تستوي بشوي على الاخير منشيلة نحططها الملح والبهار الحربي وبس هلا راح نعمل الرز بنفس الطنجرة هاي اللي عملنا فيها اللحمة بس تستوي راح نسحب اللحمة منها وننزل الرز والطنجرة الاصغر راح نحط فيها الفريكة تمام نحن هون كمان مسحنين الطنجرة هاي وعننا دهنة ولازم ندعمها بالدهنة كل ما دعمناها وطلع طعمتها قطيب انا حيط اطفان حوالي تقريبا كيلو فريكة راح نحط والدهنة هايز عنا هون نص كيلو يعني ربع كيلو دهنة نخليها الدوب كويس طبعا انا الفريكة غيسلة مرة واحدة وحطة على جنب مش هتكون جاهزة للشغل ايه اليوم اكل حلبي على اصوله اللحم اللي اللي نحن استخدمها هون لازم تكون مفرومة وش واحد ما كانت عنكم وش واحد مفرومة وش ما بقسر بس الافضل ازا وش واحد تطلع هيك قطيب على وش المنسب هنا اللي دهنة هاي بلاشت الدوب كويس هننزل عليها الفريكة متل ما بقسركم انا غيسلة وش واحد بس مش هتضل طعمة الحرق فيها الفريكة كل ما كانت طعمة الحرق بالاساس فيها كل ما عطتنا طعمة اطيب نخليها تتحمص يعني نوعا ما كويس عمان اخرها كتير كتير بس حيس تقلب كويس مع الدهنة وحباية الفريكة تشرب الدهنة متل ما بقسر لكم كل ما دعمناها بالدهنة كل ما كانت اطيب اللحمة تقريبا مستويت راح نحطر لها شوية بهار حلبي ما منكتب وشوية ملاح وبس ومنشيلة على جنب اذا في المقابل فعنا هون الفريكة كمان اتحمص التمنح شكلها هذا اللي هنا طبعا نقلبها راح نحطر لها كمان ملح حوالي للمعلقتين تقريبا اكل ملح وبس على انا ما عندي مرقة لحم متل ما قلت لكم لانه الكتير فانا ما بس له ما بقدر اخذ ميته نحط مية عادية اللي عنده مرقة لحم حطه بطلع اطيب كمان بس مدلع طبعا المية نسخنها من قبل كمية المية اللي راح تنحطها على الفريكة بحيس تنغمر واكتر شي بسيط يعني اقل من كمية الرز باز ما بتاخد مية كتيرة لفريكة متلها الرز بياخد اكتر وطالع ما شفناها هيك عبتغلي راح نهدي النار عليها ونغطيها ونتركها حوالي ثلاث ترباع الساعة على النور خينا نشيلها على جنب راح نحطها هون على جنب انا كما قلت لكم انا هون راح نشتغل بنفس الطنجرة اللي عملنا فيها الحشوة بحطين شوية سمنة خفيفة وكمال راح ندعمها بالدهنة شوفوا المنسف الفريكة والرز لازم يندعم بالدهنة كل ما كان دهنته كتيرة كل ما كان طيب وهيك ولذيذ اللي بيعرف هيك بالفريكة بيعرف انه لازم تكون الدهنتك كتير طيبة كتير كتير عفوا راح ندوبها كمان هيك شوي وانا كمان عمل كيلو رز غير يصير له وجاهز للشغل كمان راح نزولها هلا فوق الدهنة بس تسخن منيح وهي اللي فريكة هون هدينا النار عليها بعد ما بلش التروي شايفين كيف راح ننزل الرز الرز لازم ينغسل كتير كويس من النشا ما بصير زال فيه نشا لانه بيتخبص معنا بعدين ما بيطلع طيب لازم يكون مخصول كتير كويس طبعا عبستخدم رز بسمتي اللي بيفضل الرز المصري القصير كمان بصير ما بقى السر بس انا بلاقي هادا اطيب هلا هيك حطينا نحنا نص كيلو الدهنة على كليين كيلو رز وكيلو فريكة ومنقدر كمان ندعمها اكتر كمان ما في مشكلة ليش بالاخص انا ما عندي مية لحم عباحات مية عادية كمان احنا هطر له هلا ملح عوالي هاي معلقة يعتبر ثنتين ونص فكل كيلو رز بياخد ملح تقريبا معلقة اكل مع باية كويس كل كيلو نحننزل عليها الماء الرز بياخد ماء اكتر من الافريكة مرة راح نشوف شكاد انا بعير هيك يعني بشوف الكمية اللي فوق الرز وعلى اساسها نحط الماء نشوف اذا لسه بدي ماء لا لسه بدي لانه هو بياخد اكتر من الرز القصير الرز القصير بياخد ماء تقريبا اكتر منه هيك بعقدة اسبع البسمتي بياخد اكتر ليش لانه حبيته تنفوش اكتر ما بيتخبص بالعكس بيطلق احلى على الماء لزيادة بس طبعا بعيار العيار اللي هو يعني مقدار عقدة اسبع وشوي صغيرة فوقها وكمان منغطيه وبس ابتدى يغلي منهدي النار شمعة ابتدى يغلي ومتل ما تلكن كمية الماء اللي بتاخدها للرز البسمتي عقدة اسبع ونص تمام وبترجع طبعا حسب نوع الرز اللي راح تستخدموه عليك راح نغطيها ونهدي النار شمعة لمدة تعيبان عشرين دقيقة وبيكون خلص الرز تمام هذيك صار له حوالي تلت ساعة هين اشوف اوه فرجة ايك تمام كتير كوي سوف نمشي له على جنب ونستنى الفريكة الوقت ما تستوي كمان الفريكة هلا صارت كويسة اخدت معنا وقت تقريبا ثلاثة ارباع الساعة كما قالنا هذيك كتير تمام يعين هذيك صار له حوالي ثلاث ساعات وشوي ثلاث ساعات ونص نشوف اش الترتيب بخار يعين شوفها الشكل هذي شوفها المنظر يا سلام يا سلام شوفوا الدهب شايفين كيف هيك لازم يكون هيك لازم يكون شايفين ما احلاهن هاده هو الكتف الخاروف النظامي وشي مرة بنعملكم خاروف كامل كمان هلا رح نسكبهم نجيب الجاطات ونسكبهم بالاول يا عين يا عين هاد هو الحكي الاصلي هاد هو الحكي الاصلي شوف لك العظام رايحة العظام دايبة على الاخير شي بشهي شوف 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 راح نخلط هدول اللحمة مع المكسرات يا عين يا سلام يا سلام اكل حلبي على اصوله اليوم نخلطون ايك مع بعض شوفين ما احلاهن هاد تحطروا كمان شوية لحم يا عيني هاد ذهب شوف ما احلاها شوفين اللون اشلون هاي هي الفريكة الاصلية المحروقة نظامي طيب مو محروقة بالطنجرة محروقة بالارض نظامي عندهم يا عين شوفوا ما احلاها ندعمها هيك انا راح نشيل هاد ليش ننشيلو هاي تلقلك بسم الله بسم الله بسم الله نعيني نحطوا هاده هون كمان هاي النيومة هون وهي الموزات نعين ندعمه هايك باللحم البشر والمكسلات بمكسلات يا عين يا عيني على حلب يا سلام ندعمه هاي و بس هلا هيك نكون عاملين جنبا عيران أخيار باللبن أكلة أرمان شنونا بنعمل أرمان وبيكون هيك جاهز نعين على السمن الحيواني دسامة دسم كله دسم هم عحلة هون